طالعا ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيو العربي عدنان جان أهلا بك عدنان إذن الحديث يدور عن أربع إلى خمسة شهداء سقطوا في عزون برصاص جيش الاحتلال ما مدى دقة هذه الأخبار الواردة من مصادر محلية في منطقة قلقيلي عدنان مرحبا يحيى بالفعل قبل قليل وكارة وفا تحدثت عن سقوط خمسة شهداء بالإضافة إلى عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين في بلدة عزون شرقي قلقيليا بعد اقتحام كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه القرية ومحاصرتها عدد من المنازل واشتباكها مع عدد من المقاومين الفلسطينيين وتم محاصرة هؤلاء المقاومين في إحدى المنازل في قرية عزون قبيل استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والأنباء تشير عن سقوط خمسة شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحة وقبيل انسحابها من قرية عزون قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين عدد من الشهداء وقامت بعد ذلك بسحب آلياتها العسكرية من بلدة عزون في مدينة قلقيليا أيضا كان هناك اقتحام لمدينة جنين ومخيمها هذا الاقتحام استمر لعدة ساعات شهدت خلالها المدينة ومخيمها اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت عند أطراف المخيم وقامت أيضا المسيرات الاستطلاعية بالتحليق في سماء المدينة بينما تمكن المقاومون الفلسطينيون من صد هذا التوغل لقوات الاحتلال في داخل مخيم جنين وقاموا باستهداف عدد من الآليات بقنابل محلية الصنع وأيضا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين وأيضا من مدينة جنين بعد عدة ساعات من الاقتحام وأيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات في عدد من مناطق ومدن وبلدات الضفة الغربية وهذه الاعتقالات تتكرر بشكل يومي يحيى وهيئة شؤون الأسرة تتحدث عن 4.910 اعتقالات منذ السابع من أكتوبر مع عدد الاعتقالات التي حدثت هذه الليلة وبالتالي هي حملة ممنهجة للقيام بحملات اعتقال واسعة في صفوف الشبان والمقاومين الفلسطينيين في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية أشكرك جزيلا مراسل تلفزيو العربي عدنان جان من القدس المحتلة